الوقت ده طارق الفرقة كان كويسة. يعني الفرقة كان كويسة. لا كمان يا طارق كان كويسة. ما كناش محتاجين لهذه التغيرات دلوقتي. في الوقت ده. لكن هو تدخل في الآخر بعد ما استشار المساعدين بتوعه. ونزل مهند لاشيل كان له دور كيبير جدا. امام عشور في الباك اليمين يمكن عملها بشكل جيد جدا. فجئنا ورمضان. هو بلاعب بكرات في الزمان الكتير. اه. اعتقد اه. متشو. او اللعيبة وكان هايل. فترة ما كانش حازم مم مصابه كده. اه. فانت بتكلم ما كنت متحن على التغيرات. واللعيبة اللي نزلت كمان ده سبب تفوق مصر مع المغرب كمان اللي كانت متحن. احنا لما جينا غيرنا في المغرب. المغرب غير مين? النصيري. اه. وايوب الكعبي اعتقد. وكان اه. بوفال. اه. التلت لعيبة دول نزل مكانهم تلت لعيبة اهل منهم بكتير جدا. ايوب كعبي ملعبش. لا ملعبش ايوب الكعبي. اه. ملعبش. اه اه. اللي هما النصيري ومفال. اه. 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 اللي اتنين دول اتغيروا. اه. اللي نزل مكانهم مكانوش على المستوى كان فيه فارق كبير جدا بينهم. اه. اللي نزل في المنتخب مصر زي اللي طلع. يعني زيزه لما نزل. زبط. زبط. عمل شغل جميل جدا. جدا جدا. اه. ترزجيه برضو نفس الكلام. عندك اه. كل اللعيبة اللي نزل. مهند. مهند. اه. فانت بتتكلم على اللي بينزل نفس المستوى. اه. فبتلاقي فيه ثبات في المستوى. ده اللي حصل النهارده يا كابتن مدحك كمان. طح. ان كل التغيرات اللي نزلت. زي ما قال طارق. حاجة مهمة كمان يا كابتن. الروح. الروح حلو قوي. يعني انا شفت. لما طلع شريف. اه. بص مين باسه. مستفى محمد. مستفى محمد. اه. وراح له اه. محمود علاء. اه. وكلموا. اه. كل الدكا بتكلم. اه. وتصالح في في محمد شريف. اه. دي روح. شفت الصورة ما بين الشنا وما بين ابو جبل قبل دربة الجزاء. اه. وبعد حاجة روعة. اه. حمال ي تكلمه. اه. فالولادة يا كابتن. وصلوا لمرحلة. انسجام. وغير انسجام يا كابتن طارق. روح حلو جدا. ايه. روح. طبعا. ايه. طبعا. ايه. طبعا. ايه. طبعا. ايه. طبعا. احنا فعلا. من زمانة يا كابتن. اه. بس سوق التخطيط عندنا. اه. وسوق الاعداد. في بعض الفترات اللي احنا كنا بدنا. فيها منتخبات. هو كان السبب في تأخرنا يا كابتن متحد. بسرنا كاسر عالم. احنا كابتن متحد في ستة وثمان. في. اه. كاسر عالم اثنين وثمانين. اه. كان ستة وثمانين في المكسيك. اه. اللي احنا خرجنا من المغرب. اه. اه. كابتن حبدنا عب تقسيمات اخضر وظفر في الصد الكاهرة. ايه من كابتن وحش الله. كابتن وحش. المغرب كان معسكر في فرنسا. بلعب مع نيس باريس سان جرمان. بلعب مع اندية كبيرة. فاهمني. احنا يا كاب كابتن عندنا لعيبة على مستوى علي جدا. المهارة عندنا احسن. الزكاء في الملعب احسن بكتير. التالنت الموهبة عندنا احسن. اه. انت معندكش لعيب زي في رمضان الصبح في مهارته يا كابتن والطقيسة اللي عده. اه. اه. ما شاء الله. ثبته تثبيته جمبارة. صلاح معندكش كلام. زيزه. لكن كل اللعيبة يتميزه في افريقيا بالقوة الجسمانية والسرعة في بعض الاحيال. بس المهارة بتلاقي لاعب. بالكتير اول. اللي هو عنده مهارة. ايه. ما فيش المهارة دي. يعني مسلا. بتسال محترفين طبعا. لا كاتل محترفين برضو. كلهم. الكاميرو اللي هرده كلهم محترفين اكتب. ايه طبعا. كلهم محترف. انت عارف يا طارق انا وصلي. المهارة اللي عندي ترزيجي ومهدان صبحي. اه. ما فيش. طيب.